بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وحبة الطلبة ان شاء الله راح تكون هاي سنة سنة خير وبركة عليكم وسعادة ونجاح ان شاء الله وتوفير ان شاء الله اليوم وياكم باليونة الثالث القطعة الاولى باليونة الثالث اللي هي هبوط الصغر اسرع الكائنات الحية الصغر هو من اسرع الكائنات الحية الموجودة حسب منهجكم الثالث وقد يكون حقيقة هو الصغر من اسرع الكائنات الحية اذا راح نتناول القطعة مع الصغر ان شاء الله ونتناول الاسئلة المهمة اللي قد تجعلها ان شاء الله بالوزارة عدنا سؤال اول يقول what is the fastest living thing in the world ما هو اسرع الكائنات الحية what is the fastest living اسرع شيء موجود اللي هو شنوه in the world اللي هو اكيد الفالكونس جواب بس هاذا هاي جاي بالوزارة نقطة نقطة وزارية عد عدنا يقول السؤال الثاني how fast can falcon dive how fast can falcon dive dive يعني يهبط الهبوط ماته يهبط السرع مع الهبوط ماته هذا بسؤال مهم بعض الصغور some falcons can dive at two hundred forty two hundred forty مئتين واربعين كيلو متر بالساعة مئتين واربعين كيلو متر سرعات الحبوط ماته جزيلا سؤال الثالع عدنا who are the paduin who are the paduin من هم البدويون شو ينهضوا على البدويون خنشوف شو يقولون people from desert of arab people from desert of arab people from desert of arabia هم أشخاص من الصحراء العربية people from desert of arabia desert sohra desert sohra ok هل البدوين هم ناس من الصحراء جاي مكان هم أصلهم هي الصحراء العربية زين نيجي سؤال الرابع يقول why did the paduin live mostly on dates milk and to breed ليش البدويين mostly live mostly عايشين او محتمدين اليمن يعيشون غالبا اليمن on dates تمر milk and breed ليش يعيشون البدويين على هاي الامور شمعنى ليش يعني خلنشوف جواب ش يكون because it was difficult to do you catch animals and birds in the in the in the in the in the and then بسبب شنو الصعوبة صيد الحيوانات في والطيور صعبة 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 عليهم يصيدون الحيوانات والطيور بالصحراء what was the favorite what was the favorite bird for the paduin ما هو الطير المفضل للبدويين اللي صيدو الطير مفضل عندهم. شنو بالصحرار. هذا طائر موجود عندكم شباب بالكتاب. الصورة ما تم موجودة. هو اسمه لونج لاغد حبارة. حبارة هو الحبار. الطائر اسمه الحباري ذات الارجل الطويلة لونج لاغد حبارة. حبارة. الحبارة. هو تكون طائر ليصير لونه يعني نقط باسود. وابيض. هو هذا الطائر ليكون مفضل جدا عند البدويين البدويين. زين. نمبر سيكس. how did how did the padwin used to hunt? كيف اعتاد البدويون بالصيد. شون يصطادون? على اليمن. يصطادون on camels. on camels. على البعران. لانتعرف تبيئة صحراوية. يعني هناك ما اعتهم سيارات ولا اعتهم. ما فيش يستخدمون. البدوين يستخدمون on camels. على الجمال. لان هي هي بيتهم ما توفرتهم هو هذا. زين. seven. where are many falconers? where are many falconers? hunts nowadays. فالكون سبقارين. where are many falconers? where they ثلاثة في ستي صحراء منوات مثنان سامارا اند ديقار ان اراك ديقار زين ايت الثامن يقول ما هي مساوى رياضة صيل الصقوع هاي الرياضة بيها مساوى هي طبعا رياضة بيها مساوى لو ما بيها اكيد بيها مساوى خلنشوف هاي شون مساوى الكثير من الطيور النادر ربما تقتل شون تقتلها يعني الصقارين يجيبون الصقر هذا ويوجهوه على بعض الطيور هاي طيور اللي هي نادرة او قلية موجود جدا فهاي الصقر رح يقضى عليها وقد يكون هذا القضاء عليه مولج للأكل والاطعام يعني لا لاجد المتحة وهذا المشكلة هاي رح يكون حتى بيها اشكالات شرعية من اكل منجا عجل المتعة مو مثل من اجل الاكل انه انسان جوعانه ويستعد شيء اللي يأكله فهنا رح سن عند دزعة فانتج دزعة فانتج يعني شون مساوى فالكونري سبور فالكونري سوى ما هي مساوى رياضة صيد الصقوع صيد صيد الطيور خانشوى ما يتبقى الكثير من الطيور النادر ربما تقتل بهاي الشغلة بهاي العملية زين تسعة تقول يقول ما ذا فعلت الحكومة اللي تحمى الطيور يعني الدولة شنو دورها بحماية الطيور وحماية الفروة الطبيعية سوت الدولة سوت مناطق امنة لتحمي طيور مناطق امنة لحمية الطيور وبيئة جيدة وبيئة جيدة لبقية الحيوانات طير هو سلسلة غذائية طير يعتمد على طير اكبر منه ويعني فسلسلة شي مرتبط بشي طير يأكل نبات معين والنبات هذا يعيش ويتكاثر ما هي النتيجة من عمل الحكومات اللي حماية طير هذا اللي سوتها الدولة شنو فاته شنتج عنه شحصات من عنده هنشوف اعداد الحياة البرية ارتفع عدد الحياة البرية شبيه ارتفع اصبحت البيئة اصبحت البيئة شنوه اصبحت البيئة هنا اصبحت توفر فلسلة ايضا ليحصان الوقت هنا اصبحت البيئة الوصفة يصير من عمل الفلسل لا يمكن ان أن ي硬ب احرار البيئة البيئة الدولة يمكن ان تحرار البيئة الدولة الصقور البداوين اعتادوا على اكل الكثير من اللحوم هذا صحر هو خطأ الحاجة اكيد خطأ الصقور الناس البداوين يعني الناس بسطة ما عدهم القدرة على صيد قلنا اللحوم هذي الى ان تعلموا عالطيور ربو الصقور هذي من خلال قاموا يصطادون اللحوم ويأكلون اللحم جيد ثري البداوين البداوين انجوي فود انجوي فود يجتمتعون بالطعم الطعام الذي شنو الصقور شنو كاتش فور ديم استمتع البداوين بالطعام الذي يصطاده لهم الصقور صحر هو خطأ اكيد صحيح يجتمتعون بالطعم اكيد ويفرحون ب زين فور فالكنوي يوز تي بي جاست اسبورت صيد الطيور مجرد رياضة صح هذا الحاجة له خطأ اكيد خطأ لان قد بعض الناس يستخدمها لاطمع للاطعام نفسها يعني قد يكون عندهم جائع او معدهم الطعام المتوفر في يتوجه الى الصيد ومن هاي الناحية زين فايف The world soon be no rare birds because of falconry قريبا لن تكون هناك طيور نادرة rare birds بسبب ايض الصيد الطيور صح هذا الخطأ اكيد صح لان الطيور على التناقص وتبدأ تقل وتنخفض الى ان تنتهي الى هنا احبت الطلبة بالنسبة للدرس الفالكون قضعة الصقر انتهت ان شاء الله نكمل وياكم ان شاء الله بباقي الدروس ونشوفكم بخير وفي امان الله وحبه